صلتت محكمة الجنايات على مستوى مجلس قضاء بومرداس عقوبة الخمس سنوات سجنا نافذا في القضية التي عثارت جدلا كبيرا نهاية السنة الفارطة والتي كانت الشرق نيوز السباقة في تفجيرها والانفراد بحوار كامل مع المتهم الرئيسي في قضية السطو على أحدى وكالات الخطوط الجوية الجزائرية ببلدية رويباء بسلاح ناري وقنبولة تقليدية مزيفة وقد تفجأ كل من حضر جلسة المحاكمة اليوم بجرأة متهم وتأكيد التهم المسوبة إليها مرجعا تلك الواقع إلى حالة الاكتئاب التي انتابته كونه لم يتمكن من توفير لقمة العيش مؤكدا أيضا لرئيسة الجلسة التي ظلت تستجوبه لساعات أنه يشعر بارتياح كبير بعد فعلته كونه أوصل رسالة إلى المسؤولين الذين حرموه من العيش الكريم يوما ما المحكمة ارتأت أنه يستفيد من ظروف تخفيف بعد أن التمس السيدني بالعام له عقوبة عشرين سنة سجن نافذ وحكمت عليه في الأخير بعقوبة هي عقوبة خمس سنوات حفز معا خمسمائة ألف دينار غرامة وتعويض مؤسسة الخطوط الجوية الجزائرية بقيمة المبلغ الناقص من الحساب ذاك اليوم أدلة كثيرة أدانت المتهم رغم تقريره الطبي الذي يؤكد أنه معاق ذهنيا بنسبة ثمانين بالمئة والتي فندى الطب الشرعي ذلك ليزدل السطار على القضية ويعاقب بخمس سنوات سجنا نافذا اشتركوا في القناة